السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سوف نقوم بشرح طرق أخرى وعديدة لقول سنة سعيدة باللغة الإنجليزية وتهنيئة الناس بمناسبة السنة الجديدة أو تهنيئة الأصدقاء والأثرة في بداية السنة الجديدة من التقاليد العالمية المنتشرة في كافة أنهاء العالم وهذه العباراتية التالية أول عبارة هي May the new year see you loving, living and living العبارة التالية هي Happy new year's now and always Have a wonderful new year surrounded by those that mean most May you fill your new year with new adventures, accomplishments and learnings May you leave as long as you want and never want as long as you leave أحيانا بعض العبارات لها معنى مجازي غير المعنى الأصلي هذا المعنى يفهمه فقط المتحدث الأصلي أو المتمكن من اللغة الإنجليزية لذلك قد لا نجد المعنى المرارف له أو لها في اللغة العربية May you have a prosperous new year I wish you happiness in the year to come Let the year ahead be the one where all your dreams come true I wish you a smashing new year filled with laughter في كل سنة نستقبل عاما جديدا بفرحة وسعادة ننتظرها بفارغ الصبر لكي نحتفل بها ونهنئ بعضنا البعض ونودع سنة ماضية على أمل أن تكون أفضل من التي مضت وتكون مليئة بالخيرات وتتحقق فيها كل أمنيات إليكم أجمل عبارات والتهاني بمناسبة رأس السنة الجديدة إهداء لجميع الأصدقاء والأقارب والأحباب Seasons Greetings the best wishes for the new year May you wishes come true and may you have a joyous new year I wish you the best slice of happiness and good luck in the coming year Wishing you a new year full of peace and joy Wishing you a healthy and happy new year Happy holidays thanks for the great year عندما تستعمل طرق أخرى لقول سنة سعيدة باللغة الإنجليزية تظهر كأنك متمكن من اللغة الإنجليزية وتتحدث كالمتحدث الأصلي وتتجنب تلك الصورة النمطية وضريقة الكلام الميكانيكية وتتكلم بشكل طبيعي هذا اقتباس لأوبرا نلاحظ كيف قامت بأداء تهنئة خاصة بها بدلا من قول فقط العبارة الشهيرة Happy New Year قالت Cheers to a new year and another chance for us to get it right أوبرا وينفري كيف يتأرد عن Happy New Year بالإنجليزية الرد على Happy New Year بالإنجليزية أمر يبحث عنه العديد فمع بداية العام الجديد وبداية الاحتفال به فإن أول ما نقوم به هو تهنئة الأهل والأصدقاء على هذا العام الجديد ويحدث هذا من خلال قول Happy New Year والكثير من الأشخاص لا يدركوا كيف يترد على هذه الجملة باللغة الإنجليزية وهذا ما سوف نعرضه لكم في العربية والإنجليزية وتتمثل هذه الردود فيما يلي Happy New Year سنة سعيدة Same to you نفس الشيء لك Happy New Year for you too سنة سعيدة لك أيضا Enjoy New Year استمتع بعامك الجديد Happy Anniversary عيد سعيد Thank you شكرا Happy New Year سنة جديدة سعيدة Happy Christmas عيد ميلاد سعيد I wish you the same أتمنى لك المثل وأخيرا في كل سنة جديدة قد تهيئ قرارات جديدة أو New Year Resolutions New Year Resolutions هي تقليد شائع في نصف الكرة الأرضية الغربي ولكنه موجود في نصف الكرة الأرضية الشرقي حيث يقوم الناس مع بداية كل سنة جديدة بإلزام أنفسهم بوعود لتحسين أنفسهم والتوقف عن عادة أو عادات سيئة تظل معالجة المخاوف الصحية أو لو يقصوا بنسبة للغالبية الأشخاص في بداية العام الجديد ولكن هل قرارات السنة الجديدة فترة جيدة؟ غالبا ما يقول المشتكون أنها ماضية للوقت لأننا عادة ما نفشل في احتفاظ بها أو الاستمرار عليها للوقاية من المرض هذا شرح لكلمة Resolution واستعمالاتها في أمتلة كلمة Resolutions أو Resolution هي ناون يعني اسم تعني Pledge يعني وعد أو عهد وعود أو عهود مثلا A New Year's Resolution عهد العام الجديد To make a resolution to lose white اتخذ أو اتخاذ قرار بتخسيس الوزن يعني النقص من الوزن تعني أيضا Determination أي تصميم أو عزم يعني أنك تكون عازما أو تصمم عن فعل شيء يعني سوف تفعله في المستقبل وهذا هو ما يسمى Determination بالإنجليزية هذه الكلمة تعني أيضا Of Monitors or Screens يعني دقة صورة الشاشة مثلا هذا الفيديو الذي تشاهدونها والآن هناك دقات متعددة له هناك مثلا جودة 480 جودة 360 وجودة 720 وجودة 1080 هذا ما يسمى Resolution أي دقة ونقاء الصورة Resolution تعني أيضا قرارات أو قرارة الآن سوف نرى المعنى باللغة الإنجليزية إذا كنت تفعله سوف تحاوله بأسفل 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 مثلا مثلا لقد فعلوا سوف تفعله أو سوف تحصل بأسفل بأسفل في المستقبل Resolution هو تفعله بأسفل 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 مثلا أعتقد أن أحاول بأسفل 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 أي قلت هذا بعزم أو بإثرار أو بتصميم كبيرين هذا نهاية الفيديو لا تنسى إعجابي إذا لم تكن تشدر تسابسكرايب شكرا على المشاهدة السلام عليكم شكرا على المشاهدة